الربيع العربي ما هو إلا نتاج هذه منذ 2001 اللي هو التحضير مستقبل مختلف تريده في الولايات المتحدة للأسف الشديد نحن لازلنا نعيش الفوضى أين نريد أن نكون نحن للأسف الشديد أمة ضاعة من خلال أنظمتنا السياسية ومن خلال الجهل اللي عم الشعوب العربية أنريكا ليس لديها حليف إلا إسرائيل الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية اتخذت قرارها بنفسها لتغير المعادلة في العالم كله متابعي بودكاست المجلس العربي أنا داهم القحطاني حييكم في حلقة جديدة نناقش فيها واقع السياسة والإعلام والتعليم في العالم العربي مع الدكتور أنور رواس حياك الله دكتور حياكم الله أستاذ داهم دكتور طبعا ترأست قسم الإعلام بكلية الأداب والعلم الاجتماعية بجامعة سلطان قابوس وعملت في العمل الأكاديمي 17 سنة وكذلك عملت في وزارة الإعلام وحاليا ترأس رئيس مجلس دارة جامعة الظفار والحقيقة أنت من أفضل الناس اللي ممكن يتكلمون على هذا الموضوع لأنك يعني أستاذ الإعلام السياسي ويمكن هذا التخصص يعني يخليه قريب من السياسة ومن الإعلام نحن يعني المنطقة العربية دكتور تمر في عزمات عديدة يمكن من مظاهر هذه العزمات وإحنا شائفينها حتى في تطبيقها الآن في الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة أنه عندنا ضائف في مفهوم السياسة والإعلام والعلم والتعامل وياهم ودائما نحن نتكلم عن أن المواقف العربية لازم ننسقها يعني أنا وياك اليوم ما قدر ننسق طبيعة الدجتاشة لأن نجواء تحتمل الصوبين نعم يعني طبعا هذا على سبيل الطرفة لكن في الحقيقة يعني الواقع العربي بالإضافة إلى التعامل يعني مع الأحداث الطارية نحتاج التفصيل في هذه المسال ويعني تحدثنا عن ما سميته في كتبك الفوضى السياسية يعني مفهوم الفوضى السياسية اشتقصد في هذا المفهوم على وجه التحديد أولا شكرا على الاستضافة وسعيد أن أكون معكم طبعا العالم العربي دائما يمر بمتغيرات وتعصف به بعض الأحيان تيارات قوية مثل خلال الأحداث وما شابه ذلك الفوضى هذه تحديدا هي جاية يعني كنت أتذكر أني في الفترة في الألفية بداية الألفية الثالثة وما شابها من أحداث جسام سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2001 وعقبها ذلك متغيرات وإعادة تشكل في منطقة الشرق الأوسط كانت الفوضى أنه من خلال تصريحات السياسيين أنفسهم يجب أن يكون هناك شرق أوسط جديد وهذا الشرق الأوسط الجديد يجب أن يكون وفق التوجهات والمصطلحات والمصالح الأمريكية أيضا في المنطقة للأسف الشديد العرب أنفسهم كانوا أكثر تشتتا وكانوا أكثر ابتعادا عن الواقع العربي كتصنيف أين يريدوا أن يكونوا في الألفية الثالثة وبالتالي أحدثت هذه الفوضى السياسية عدم الخروج بأي توجه حقيقة للأسف الشديد بدانا فيها بعد سبتمبر 2001 تحولنا بعدها إلى العراق وقبلها أفغانستان وهلما جره 2006 أيضا في لبنان والانهيار العالمي المالي في 2008 وأعقب ذلك ما يسمى بالربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي لأنه كان من ضمن هذه الفوضى التي كانت تحضر لتغيير المشهد السياسي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط تعتقد أن الربيع العربي هو ضمنها الفوضى أو أن هذه الفوضى استغلت الربيع العربي هو كله تحضير يعني مثل ما لو تذكر نرجع وراء لما صرحت به كوندوليس رايس في بعض المؤتمرات أو الصحفية وما شبه ذلك وتحدثت عن الفوضى القلاقة تحديدا وهو عادة تشكل منطقة الشرق الأوسط وفق الأهواء والمصالح الأمريكية وهذه المسألة كنا نحذر منها في كتاباتنا ونقولها دائما أن على العرب أن يعيدوا حساباتهم وأن يكونوا أكثر حزما وجزما في أين يريدوا أن يكونوا هل هم يريدوا أن يكونوا ضمن هذه الفوضى أم أنهم يريدوا أن يأخذوا منحنى آخر للأسف الشديد أكلوا الطعم وبالتالي عمل الأمريكان ما عملوا فيما يتعلق بصناعة الربيع العربي وإحداث هذه الأمور أنت تسميها في كتابك العقل المعطل في الخطاب السياسي تكلمت عن الصمت السياسي العربي وفي اختلافات حول قضية تصريح كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وكانت مستشارة الأمن القومي أيضا في ناس يتبنوا قضية الفوضى الخلاقة وهو مصطلح ليس بجديد تحدثوا عنه علماء قبلها لكن هناك من يتبنى المصطلح وهناك من يعتقد أنه مصطلح غير واقعي بمعنى أن الربيع العربي هو نتج عن حاجات الشعوب ومظالم الشعوب ويعني السياسة الأمريكية استغلت هذا الشيء لتنفيذ ربما أجندة معينة دعنا لا نصطاد في الماء العكر الأجزولوجيات وأيضا الأجندات السياسية اللي يحملها بعض الكتاب بعض المثقفين بعض أيضا من لهم توجه ضد أنظمة العربية وبعضهم أيضا يحاول أن يعيد تشكيل ما يراه شخصيا من خلال معايشته للغرب واندماجه في هذا ما يسمى بالديمقراطية الغربية نعتقد أن كل واحد تركيبته المعرفية والثقافية والسياسية وتوجهاته الأجدولوجية الربيع العربي ما هو إلا نتاج هذه منذ 2001 اللي هو التحضير لمستقبل مختلف تريده الولايات المتحدة التي تدعي بأنها هي راعية الديمقراطية مع العلم أنها ليست الديمقراطية وأنها هي راعية للديكتاتوريات في المنطقة بشكل عام في أي مكان في العالم التي تختلف وفق توجهاتها ومصالحها وما نراه الآن من أحداث من الدمار والقتل والتهجير في قطعة غزة للأسف الشديد هو واضح وما يثبت بأن الفشل الكبير الذي منيت به الجيش الصهيوني في 7 أكتوبر أدى إلى أن تدخل الولايات المتحدة بدكتاتوريتها وبقوتها وبكافة أساطيلها وتسخير كل ما تريده إسرائيل لمحاربة فئة صغيرة جدا تدافع عن أرضها وعن وطنها وعن قيمها ومعتقدها أيضا ما عانت فيه طوال 75 سنة فأين الديمقراطية في قتل المدنيين وما شاء بها ذلك للأسف الشديد هناك من يروج نحن نقع في بوتقة أنه ماذا يريدنا الغرب أن نكون سواء كانوا المثقفين أو أكاديميين أو غيرهم أو حتى أنظمة سياسية في نفس الوقت نجد أن أنفسنا لم نتعلم من الدروس واعتقد أننا لن نتعلم ما أراهه الآن حاليا هناك استفاف استفاف على ماذا هل أنت واقعي تؤمن بوحدة القومية العربية وبالأرض هل أنت عانيت مثل معنا أهل فلسطين مثلا معانوه ليلا نهارا من تعذيب ومن سجون ومن قتل ومن عدم اعتراف نهيك أنت عن أسلو نهيك عن ما هذا كله كلها كذبة كبرى يعني هل الساسة العرب وهل المثقفين العرب يدركون حقيقة أن هذه الكذبة يعني ويعيشوها ويحاولوا أن يعيشوها مع أنه يسوقوها للمجتمعات العربية العالم تغير أعتقد أنه حتى لو نشوف في النظم السياسية الغربية وإعلامها التقليدي اللي هو يحاول إعادة تشكيل التوجهات الرأي العام سقط أيضا بظل وجود يعني شبكات التواصل الاجتماعي والصورة التي تصل أولا بأول فإذن مثل ما يقولون يعني المثل الصيني الصورة هي المصدقية seeing is believing فللأسف الشديد نحن لازلنا نعيش الفوضى أين نريد أن نكون نحن إذا كنت تريد الفوضى السياسية الفوضى السياسية النظام العربي النظام العربي ليس له النظام العربي هو أيضا يعني هو عايش في فوضى عدم قبول الآخر من ضمن إطاره في المجتمع في القيم في المنظومة السياسية العربية هناك من ينافس من والأجل من وترضي من في نهاية المطاف أليس لديك توجه موحد ما يسمى بالجامعة الدول العربي أليس لديك يعني توجه فيما يعرف في منظمة يعني منظومة مجلس التعاون الخليجي في أمور كثيرة هناك تنافس كان خفيا وأصبح ظاهرا على السطح وبالتالي كل هذه الأمور لا يمكن أنك أنت تمررها الآن على الشعوب العربية التي لديها هذا الهاتف المحمول وتقرأ وتتابع وتشوف ما يجري على الساحة العربية والعالمية الغرب ليس معنا ولن يكون معنا أنا أعتبره هو عدو لدود سطحي واضح وبالتالي علينا أن نعد عدتنا وأن نواجهه وأن نكون نحن أيضا حريصين على 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 واقعنا وأمتنا وقوميتنا أيضا وبالتالي أن لا نشتت أنفسنا في المتغيرات التي تحصل الغرب لا يعتبرنا إلا أيضا يعني ينظر لنا بدونية ولا يقبل أن نكون نحن في مصاف هذه الدول المتقدمة وبالتالي يفرض علينا شروطه وواقعه وجوانب كثيرة للأسف شديدة يستدهم يعني أنه نحن لا نتعلم من الدروس طيب قبل أن نعود على الموقف الغربي وهل هو مطلق أو يعني محدد في دول معينة أو تيارات معينة يعني ألا تعتقد أن يعني الفلسطينيين خصوصا في قضاء غزة عرفوا الطريق عرفوا حقيقة الغرب وعرفوا طريقة التعامل والآن نراهم موحدين رغم أنهم لا يواجهون فقط العدو الصيوني بل يواجهون دول غربية كبيرة على رأس الولايات المتحدة نرى توحد في الموقف نرى تضحيات نرى صورة واضحة نرى إصرار وصلابة هل تعتقد أن يعني الفلسطينيون عرفوا الطريق أنا أعتقد أن الفلسطينيين والخلافاتهم مع بعضهم البعض أو من أوجد هذه الخلافات أو من كرسها أو من انتبهوا لها فوجدوا أنفسهم منهم خارج المشهد السياسي العالمي وإزاء خلال العشر العقد الماضي وأصبحوا في هامش كبير خاصة في طل الترويج لمفاهيم اقتصادية مفاهيم دينية عقدية وبالتالي كانت تحضير من قبل حماس وأنا شخصيا أخي داهم أن أعتبر حركة مقاومة شريفة مؤمنة بالله وبالأرض وبالدفاع عنها دون الحاجة لا للعرب ولا للمسلم الدول الإسلامية ولا الإيرانيين ولا الإيرانيين أنا أعتقد أن هناك من يروج بمفردات بأن حماس أو كتائب القسام وفصائل المقاومة المختلفة لم تعطي المعلومة للساحات الموجودة في المنطقة في منطقة الطوق يعني المعلومة نعتقد أن الفلسطينيين اتخذوا قرارهم بأنفسهم أن يعيدوا هذه الأرض إلى أصحابها وأن يعيدوا الحقوق إلى الشعب الفلسطيني بإرادة الله وإرادتهم وأنهم هم يقوموا يواجهوا هذا المحتل الغاصب الصهيوني الذي لديه أيضا أجندات كبيرة التي يقولها من الفرات من النيل إلى الفرات في أمور في أمور كثيرة يعني للأسف الشديد هناك الآن التداخلات التي تحصل بين العرب وأنفسهم للأسف الشديد ماذا تريدون من الفلسطينيين ما أنتم الذين وضعتهم في هذا الموقف إذا كنت تريدون أنكم عندكم مشكلة معها ولهذه الفصائد وأن اتجاهاتها مع إيران أنتم من أوضعتهم في هذا الموقف بمعنى بمعنى أنكم أنتم لم تستوعبوهم ولم تفهموا أنتم لا تريدوا لهذه القضية زحفت إلى إسرائيل وعملت معهم مكاتب عملت معهم يعني رؤية جديدة إسوان كان بالضغط الأمريكي المباشر أو التهديد الأمريكي المباشر فيما يتعلق بأن هناك مصالح تحكمكم لأنكم أنتم صحيح عندكم خاصة في منطقتنا في القليج لدينا نفط وندينا كذا لكن نحن مهننا لأدوات لا نستطيع أوضعنا أنفسنا في هذا الموقف وبالتالي لا كلمة لنا حتى نصد هذا الهدف تفصل لي بقضية نحن ليس إلا أدوات بمعنى معدن أن أنت عندك الثروات والثروات هذه أنت لا أنت تستخرجها وتجيب هذه الشركات العالمية سواء كانت من أمريكا أو من أوروبا وبالتالي أنت تظل في إطار أنك أنت آداء لتسمع كلامنا الأسعار تكون بهذه الطريقة طريقتها يعني توزيحها تكون بهذه الطريقة لا تعطيها لأشخاص يعني لدول نحن لسنا راضين عنها وبالتالي أنت لا تملك القرار خلينا نكون على المكشوف أنت لا تملك القرار أيضاً بالتالي نحن للأسف شديد أمه ضايعا من خلال أنظمتنا السياسية ومن خلال الجهل اللي اللي عام الشعوب العربية لكن بعد هذه الشبكات التواصل الاجتماعي ووصولها أصبح هناك لغة مختلفة دكتور السعودية الإمارات ورأينا الموقف الصلب على الأقل للسعودية في اتجاه محارات الأمريكية وبايدن لتحميل السعودية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط ومحاولة فرض أسعار يعني معينة ورأينا يعني يعني هذا ألا ينبأ أن هناك على الأقل في مواقف خليجية بدأت يعني تتخلى عن يعني تقييد الحليف الأمريكي يعني هي أنا أعتقد أنه بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هناك تحول رهيب جدا في منظومة العالم والمجتمع الدولي وهناك تشكل لتكتل جديد خاصة بعد ما فرضت العقوبات على روسيا وعلى الرئيس نفسه بوتين وأيضا هناك يعني منظمة أوبيك أوبيك بلس والاهتمام بالمصالح في تأفيد تغير للواقع الدول الخليجية المصدرة للنفط تحديدا اللي أعضاه في منظمة أوبيك ومن خارج أوبيك بعض الدول في سداهم يعني أنت الأحداث اللي كانت في أوكرانيا أيضا تعطيك انطباع ليس لا وجود للمجتمع الدولي وأنما هناك ديكتاتورية واحدة ومجتمع دولي واحد يعني ما تقوله أمريكا وأوروبا هو ليجب أن يسود في الجانب المجتمع الدولي والمجتمع الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكل قص على ذلك والأمم المتحدة وهم أنفسهم الذين يقررون ماذا يكون وماذا لا يكون الالتفات إلى مصالح شعوب ننظمة السياسية الداخلية أوجدت رؤية مختلفة ولا بد أن يكون هناك تكتلات قوى عظمى أخرى يجب أن تظهر على السطح وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون وفق المصالح وفق أيضا منظومة أمن وعدل في المجتمعات الدولية هل تعتقد أن هذا حصل يعني البعض يقول أن الدول الخليج يعني في محاولاتها للبحث عن تحالفات أخرى مثل الصين مثل يعني منظمة تبريكس وهي كمن يتلاعب بالرماح أي أن نحافظ على المصلحة الحليف الأمريكي لكن نفتح بوابات أخرى ورأينا مثلا الدور الصيني في عقد الصلح بين السعودية وإيران هذه كانت يعني ضد الرغبة الأمريكية وعلى أقل ربما الأمريكي كان شعر بالمهان أن الصين تدخل في منطقة تعتبر يعني منطقة نفوذ أمريكية ألا تعتقد أن مثل هذه المحاولات يعني يعني تعتبر يعني بداية لنوع من الاستقلالية على أقل في دول الخليج يبنى عليها أنا أعتقد ليس محاولات هذا أصبحت واقع نعم الخليج انتبه لما يحدث في العالم واللغة التي يصدرها المجتمع تصدرها المجتمعات الغربية يعني سوف تجد نفسها بأنها تحت أسيرة تحت هذا النظام العالمي الوحادي الاتجاه موقف الخليجي كان موقف واضح تحديدا السعودي بأنه يعني ليس لأنك تعمل من ضمن أوبيك بلس ولكن حتى أيضا بالعملة عملية البيع اللي كانت البترو دولار ربط يعني الدولار بسعار النفط بدت الدول تغير وتأخذ مصالحها و نعتقد السعوديين عانوا كثيرا من ما يسمى يعني ما يطلق على الأمريكان يطلقون عليه أنه الحليف ولا يعني هم ليسوا حليف يعني اتضح أنه 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 أمريكا ليس لديها حليف إلا إسرائيل وأنما تعامل الدول الأخرى بشركة ووفق مصالحها ووفق ما تراه هي مناسبة وبالتالي دول الخليج لما تتحولت ونظرت إلى الواقع الجديد الذي يتشكل الآن تدريجيا ووصلت تقريبا إلى مرحلة متقدمة فمع روسيا ومع الصين وبالتالي منظمة بريكس وأرادوا أن يكونوا أيضا شركاء لا يكونوا خارج المشهد الجديد الذي يتشكل والنظرة إلى المصالح التي تتوافق معها أفضل من أنك أنت تستلم التعليمات من واشنطن ولا من أوروبا ففي قوة أنت ذكرت ما يتعلق بعودة العلاقات الإيرانية السعودية وهذا أيضا ضربة قاسمة لأمريكا وللغرب والسعوديين بكل جسارة اتخذوا قرارهم قرارهم يحترم ويفترضون أن كل العالم يحترم هذا القرار وإرادته السياسية بالتالي نحن في منطقة واحدة وعلينا أن نجنب أنفسنا كل هذه المخاطر التي تريدها الغرب أن توججها في منطقتنا ونحاول قدر المستطاع أن نحن نكون لاعبين أساسيين أتى بعد ذلك ما يسمى بالجي تونتي قبل فترة وهنا أنا سمعت من الرئيس الأمريكي بايدن للأسف شديد فيما يتعلق بالمسار العلاقات السعودية مع الكيان المحتل وبالتالي 7 أكتوبر غير مفاهيم كثيرة هو قالها بنفسه بايدن أن هناك مسار محدد مع قلال اجتماعاتنا التي كانت في الهند جي تونتي والمسار الاقتصادي من الهند إلى أوروبا يمر عبر طريق الإمارات والسعودية ومن ثم إلى الأردن وإسرائيل وإلى أوروبا هذا طبعا سيكون إقصاء أيضا لمن سيكون إقصاء للصينيين وسيكون إقصاء للروس وسيكون إقصاء لإيران وحيكون إقصاء أيضا لتركيا إذن هناك جبهات موجودة على الساحة فلابد من وجود مخرج لعاقة هذا التوجه أنا أشوف أن هذا الكيان المحتل الصهيوني لا يمكن أن تثق فيه ولا يجب أن يكون ضمن اهتماماتك في المرحلة القادمة لدوره يعني الفصل العنصري ليمارسها وأيضا للإبادة الجماعية كما رأيناها بحق المدنيين ولا وجود للنظام الدولي ولا موجود للنظام الدولي الإنساني ولا وجود لإعلام حر لا وجود لأي منظمات حقوقية وعالمية وإنسانية وطبية كله فشل وسقط ويعني للأسف الشديد لا يمكن أن يجي واحد يقنعنا الآن بأي شيء يقول لك أنه والله هذا حماس عندها توجه إيدلوجي أو عندها أنا أرى حماس قائمة قوة مقاومة للدفاع عن أرضها إذا أنت ما تستطيع وما عايشت ما معنى المقاومة ما عايشت المحتل فرجال كل الرجال لا تفتي قبل أن ننتقل المحور الإعلام هناك من يعتقد أن الغرب هناك دول كان لها موقف لصالح القضية الفلسطينية بل حتى شعوبها تحركت وأن التعميم القول أن الغرب كتلة واحدة هو يضر فينا هل تعتقد أن بالفعل الغرب عنده موقف موحد تجاه القضايا العربية والفلسطينية يعني يمشي مع النسق الأمريكي أم أننا في دول يمكن البناء عليها وتعزيز يعني مثل أسبانيا يعني في بعض الوزراء في أسبانيا كان لهم دور حتى يعني بعض أعظام مجلس العموم البريطاني حتى يعني المظاهرات يعني في معظم المدن الأوروبية كانت غير مسبوقة شوف خيد أهم يعني نعتقد بعد 2022 ما حصل بين الروس واللوكران وتبعات التي صارت من حلف الناتو ومن الاتحاد الأوروبي بقيادة الولايات المتحدة طبعا التي هي تفرض على الاتحاد الأوروبي ماذا يقول وكيف يتعامل في هذه الأزمة والعملية العسكرية يعني لا وجود للغرب أنا أسف أقول لك هذا هذا الدول بريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا هذولا كلهم أصبحوا يعني القرار يعني موجود في واشنطن ونسبة الدولة الدكتاتورية الأولى وليست الديمقراطية تفرض على الجميع وفعلا فرضت على الجميع وما شهدنا يعني بعد 7 أكتوبر 2023 فيلا يعني أنا ما راه الآن أنه اختلفت الموازين 7 أكتوبر غير هذه المفاهيم كلها العالم بدأ يتابع بطريقة مختلفة عما كان يوجه له من خلال إعلامه بأسلوب توجيهي السياسة تطلب أنك أنت تضع نفسك أين أين تكون للأسف الغرب نفس الزيارات التي قاموا فيها إلى كييف القادة في الغرب بدءا من الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية بشكل عام التهافت لدعم أوكرانيا ضد أيضا روسيا وما شابهها من عقوبات ومن حتى أيضا بوتين أصدر بحق القرار في المحكمة الجنائية بأنه مجرم حرب أليس المجرم الحرب الحقيقي اللي يقتل المدنيين في غزة ويقتل المدنيين في الضفة الغربية هذول ما لهم يعني ما في حد يعني يتكلم عنهم والله في يتكلم من جنوب أفريقيا خليهم من جنوب أفريقيا نحن 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 جنوب أفريقيا يعني للأسف أين العرب خلينا نذهب إلى جنوب أفريقيا ولا يعني يعني ما نريد نحن نسي إلى أنفسنا لأنه نحن للأسف شديد يعني في موقف لازمنا نتصارع من عفوا من يكون وكيف أنه نحن نسوق يعني من يكون في المقدمة لحتى يكون هو الزعيم يعني هذه المواقف دول بعض الدول الغربية وزيارة يعني اللي تكلمت عنها الأسبان وبلجيكا وغير أنه أتكلم كنظم سياسية ما نتكلم عن الشعوب الغربية التي هي فعلا وقفت لهذا الموقف لأنها ترفض الجانب يعني القتل والتدمير والأطفال والنساء والتهجير وحتى الترانسفير يعني مفاهيم يعني يريدوا إخلاء فلسطين من سكانها وتهجيرهم إلى أي مكان في العالم أسوأ كان لمصر أو للأردن أو للبنان في المرحلة اللي بعدها أو إذا لم تقبل هذه الدول يتم يعني في أي مكان آخر هذا اللعبة سياسية ولعبة غير يعني غير مقبولة ويجب العرب أن لا يوافقوا عليها وإذا وافقوا عليها يعني يكون هم يعني راحوا في يعني مسألة تاريخية غير محمودة يعني لن تكون عواقبها يعني أقل من من عام 1948 نحن الآن تشكل جديد واقع جديد مفاهيم جديدة في العالم تتشكل أمريكا يعني أمريكا لديها مشاكلها الداخلية لديها مشاكل اقتصادية ورب نفس الطريقة عندها ولكن هذه الأسلحة وهذه المدمرات وهذه الغواصات وحاملات وحاملات ناقلة حاملات الطائرات وغيرها من وجود حتى المرتزقة اللي يذنين وقاتلونها مع الكيان الصهيوني في غزة هذول يجب يعني مثل ما قال بايدن نفسه يقول لو لم تكن إسرائيل موجودة لا أوجدناها إذن هي ضمن مصالحهم ومخططاتهم المستقبلية يجب تفكيك يعني أنا أرجع لك لألف تسعمائة وسبعة ماذا يعني الإنجليز هم الذين أرادوا أن يفصل الشرق العرب شرق المشرق العربي والمغرب العربي ولابد أن زراعة هذا الجسم السرطاني في هذه المنطقة واتفقوا على أن يأتوا بهذا اليهود وبعد ذلك اليهود يعني سوقوا لأنفسهم وجاء بعد ذلك سايكس بيكو جاي بعدها وعد بلفور عن هذا وبعدها هذه القضاء على الدولة العثمانية في هذه المناطق وكلها تدريجيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحنا الآن يعني لا نتعلم من دروسنا السابقة للأسف الشديد قبل مئة سنة ومع ذلك نحن نستمر في عملية أنه أنه الفلسطينيين أنه ما يقوم من التحول على الأيدولوجيات وأن الفلسطينيين عندهم مشاكلهم مع بعضهم البعض وأنهم ما حافظوا على القضية ما أنتم الذين أوصلتمهم لهذه الدرجة عندكم المال وعندكم القوة مع العالم وعندكم كل شيء تستطيعون أن تفرضوا يعني واقعكم وأن تحافظوا على المكون العربي والوطن العربي وهذا كله بالتالي لا يجي يعني الآن أننا نغلط وأننا نمشي في نفس الاتجاه الذي صار يعني الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية اتخذت قرارها بنفسها لتغير المعادلة في العالم كله دكتور ختام المحور السياسة أنت في كتابك ذكرت أن الخلافات يعني العربية هي بين القيادات فقط وليس بين الشعوب يعني إلي تتفصل فيها يعني المحور خصوصا أن يعني أحيانا نرى النوع من التنافر بين الشعوب والاتهامات تحدث أحيانا ربما بشكل غير واسع إلي تفصل في قضيتنا الخلافات هي فقط من القيادات شوف يقول الشعوب يعني الناس على دين ملوكهم صح فأي خلاف سياسي يعني يكون بين قيادات سياسية وأنظمة بين بعضها البعض يتحول مباشرة إلى الشعوب ليس لأنه هذا الخلاف هو يعني خلاف وقتي أو ما شابه ذلك ولكن الشعوب للأسف الشديد يعني طواعية تذهب في الطريق اللي تراه وقياداتها في هذا المفهوم مرت علينا حدات كثيرة مرت علينا خلافات سياسية مرت علينا أيضا يعني جوانب كثيرة في منطقتنا هنا في الخليج بين قطر بعض دول مجلس التعاون مرت علينا بعض بين الدول العربية نفسها تصل بعض الأحيان للإعلان حتى لقطع العلاقات الشعوب العربية محبة أنا أشوفها يعني عاشقة لأوطانها وعاشقة لقوميتها وبالتالي امتدادها للقوم العربي الإسلامي موجود وما يصار من خلافات ما يصار من هذا بدت الناس تتوعى كثيرا وتعاطي معها يكون قليلا لأنه في لحظة من لحظات تجتمع القيادات السياسية العربية ويمكن التصالح والعودة إلى ما كان عليه في السابق وأنا ضد فكرة أن الخلافات السياسية العربية أن تجنح إلى الشخصنا وإلى الشخص يعني بين الشخص بين الرؤساء وأن تحكمنا نظام وأنظمة تشريعية قانونية في منظومة الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي أن لا يكون هناك خلل أن تتعامل مع السياسات يعني واقعية وعدم القروج عنها الخلاف يكون في وجهة النظر ولكن لا يجوز أن يكون أن تتحول إلى جانب شخصي غير مقبول يعني أنت ترى أن في بعض الأنظمة تقحم الشعوب لا هي الاندفاع السريع لأنه تجد نفسها يعني حتى تدخلني الآن في موقع آخر بأنه النظم السياسية تفرض بعض الأحيان أنك أنت لا تتحدث عن هذا القضية أو تلك وهذا توجه النظام السياسي يجب أنك أنت تتبعه كشعوب يعني كشعب في تلك الدولة لأنه ليس لدينا حرية بالمطلق ولا يمكن نعبر وجدنا يعني النظم السياسية عندنا مثلا في منطقة الخليج أنظمة وراثية ملكية يعني موجودة ملكية وأسر يعني حاكمة محبة لشعوبها محبة لأوطانها وكذا نهيك عن الدول في الدول العربية الأخرى الجمهوريات التي هي عملية الانتخابات ولكن ليس بتلك المفهوم الحقيقي الذي يمكن واحد يمارسه فهناك يعني لا وجد أرضية صلبة أنك أنت تضبط التشريعات والقوانين حتى تستطيع أنك أنت تجد شعوب تنتقد أنظمتها السياسية وأن تتقبل الأنظمة السياسية تلك الانتقادات هناك يعني نحن حالة الكويت يمكن يعني الكويت يعني يعني قبل أيام تم استجواب رئيس الوزر نعم كان عنيف تابعته يعني ومشكلة النواب إذا كنت لاتذهب إلى الكويت يعني فعلا صمام أمان خلنسميه كما مجلس الأمة لأي متغيرات ولكن نتمنى عليهم أن يكونوا أن يحملوا الأيدولوجيات وأن يحملوا الوطن والمواطنة أهم من الأيدولوجيات التيارات التي هي موجودة الكويت عزيزة وطن والمواطن فيها هو الأهم وبالتالي الأيدولوجيات لا يمكن أن تفرض جندتها على الوطن والمواطنة فالاختلاف في بعض التوجهات موجودة علينا أن نختلف ولكن الوطن هو الأهم وخط أحمر بالنسبة بالنسبة بسيحة بسيحة مثال أنت تكلم أن الشعوب لا تتخذ قراراتها بسبب كذا وكذا فالكويت يعني الشعب خصوصا في قضية غزة يعني موقف الكويت المتقدم في قضية غزة وعدم التطبيع ترى الأصل فيه اللي هو التيارات الشعبية نعم والنيابية أنا اللي شوف الكويت يعني نموذج فريد أنا قصدي من هذا نموذج فريد ولهذا أنا أقول أنه هذا النموذج يعني يجب أن يبقى لأن يتحول التيارات والأيدولوجيات وإنما يتحول إلى كوطن وكمواطن فيه ترى تحول أو تخوف من تحول لا شيء واضح يعني من خلال ما نقرأه ما نشاهده فيه هناك أيدولوجيات موجودة مسيطة يعني تحاول بهذه الطريقة لكن كشعب كويتي حريص على أمته وعلى قيمه وعلى أخلاقه وعلى قضيته الفلسطينية موجودة يعني لا نساوم فيها ويجب أن لا نساوم والكويت الآن في هذا المنظومة كلها هي الوحيدة اللي هي يعني ما أخذ المشهد الحقيقي اللي ممكن أنك أنت يعني تستطيع أن تقول عنه الكويت هي خارج الحسبة للناس الآن للشعوب اللي هي تحاول أنك أنت أين تقف أين موقفك لكن الكويت لا يمكن أنك أنت تحط ربعها لأنها مسألة حسمت ومحصومة مع الأخوة الكويتيين يعني على سبيل المثال يعني نحن الآن في خضم هذا الوضع مسألة تاريخية أين تقف هل تقف بأيدولوجية ولا تقف كموقف إنساني وموقف أخوي قيامي هنا تتحتم عليك لكنك أنت أين تصنف نفسك تاريخيا في هذه المرحلة بس الشعوب العربية بالذات كان لها موقف متقدم بشكل عام تجاه دعم القضية الفلسطينية ويعني تأييد يعني القوى الفلسطينية في قضاء غزة نحن رأينا تحركات في المغرب في الجزائر في ليبيا في مصر في قطر يعني في دول متعددة حتى في عمان وعمان عمان صارت يعني نعم صحي يعني عمان هو تجي بعد الكويت نعم كموقف سياسي ولا موقف أيضا من المجتمع العماني مع القضية الفلسطينية وأنا أتذكر في عام 2000 لما صارت أحداث يعني الانتفاضة ودخول الصهيوني هذا المجرم أريل شارون إلى المسجد الأقصى وتدنيسه يعني كل المظاهر توقفت في عمان نصرة لأخواننا الفلسطينيين في يعني في أيام الانتفاضة الموقف الآن أقوى بكثير مما هو يعني إذا حدث بالمثال المقاطعة يعني ما في مجال أنك أنت تأخذ وتعطي فيها أصلا يعني دم هذا الفلسطيني دم عزيز وغالي مقابل هذه المنتجات التي تذهب إلى الصهاينة والدولة الإجرام والمجرمين اللي فيها وعصاب إذا ننتقل الآن إلى محور العلام اللي يعني العلام شكل دور مهم في حركة المقاطعة ورأينا على الأقل في وسائل الاتصال يعني الاجتماعي رأينا وسائل التواصل الاجتماعي رأينا تنظيم حركة المقاطعة التعريف بها يليت الصلاة الضو ونحن نتكلم عن علاقة الإعلام بأشكال متعددة دكتور أنور الرواس في يعني تبني الأجندات القومية ونضرب مثال لحركة مقاطعة المنتجات للشركات والدول المؤيدة بشكل مباشر للكائن الصهيوني يا سيدي هو تحرك الشعبي يعني أجبر كل هذا شبكات التواصل الاجتماعي أن تقوم بهذا خدمة لأهداف وقيم والتزام يا أخي نحن ما قدرنا نساعدهم لسنا يعني في الموقف الذي هم موجودين فيه في غزة الذي قومون بالدفاع عن وطنهم وهناك أيضا القتل المدنيين وعدم يعني احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أضعف الإيمان أنك أنت تقوم بدور وهو أنك أنت تقاطع فهي حركة مجتمعية ذاتية غير منظمة من قبل أي شبكات التواصل الاجتماعي وما شبه ذلك ولكن عندما هذه الهبة أرادت أن تمضي في هذا الطريق فتلقفتها الوسائل الشبكات التواصل الاجتماعي من خلال أنفسهم هم من خلال تصوير لهذه المواقع وتصوير لأنك أنت لا يعني يجب أن هو وأيضا وضع البراندات التي هي تدعم الصهاينة في منشورات متعاقبة ومستمرة وبالتالي وصلت لكل الشعوب العربية المقاطعة حتمية وهو أضعف الإيمان وضعنا الآن نحن في أفضل مما كنا فيه في السابق أننا نقاطع مرحلة وبعدين نرجع إلى ما كنا عليه لا هذه المرة لا هذه المرة هناك استمرارية وفي إعلان حرب اقتصادية على تلك الشركات وعلى الغرب بشكل عام فيما ينتجوه ويبحثون أعطيك مثال بسيط في يعني الأولاد مثلا بعثك أنا في بيتي أنا مثلا يقول لما يريدوا يشتروا حاجة تجي أمهم مثلا تقولهم هل هذه مقاطعة مقاطعة ولا مجم مقاطعة هل هذا تدعم ولا ما تدعم ففي هناك روع يعني يتخيل أن كل هذه البيوت في منطقة الخليج وفي الوطن العربي تمشي بهذا الاتجاه فأنا أعتقد هي حركة داخلية يعني ألزمت الشعوب العربية نفسها بأن تقف هذا الموقف مع أخواننا في فلسطين وأن تحاربهم بطريقة مختلفة لإظهار عدم رضاهم عما أنتم تعملوه في غزة وفي عموم فلسطين بشكل عام أنتم دولة محتلة وعصابة إجرامية ويدعمكم هذول اللي ما يسموا أنفسهم بالديمقراطيات ويسوقونها وبالتالي اشتغلت هذه المنظومة التواصل الاجتماعي وأفردت لنفسها مساحات واستطاعت أن تخترق واستطاعت أن تؤثر وتجد واحد يأخذ لك هذا مثلا على ستارباكس ولا يمشي على المكدونالز بدون مسميات كثيرة ولكن يصور لك أنه ما حد فيها حتى لو ما كان فيه مثلا هو عامل تحفيز أكثر لاستمرار المقاطعة إذن هو دافع محلي لا توجد فيها فتاوي لا توجد فيها البعد للنظام السياسي أنه هذا قرار شعوب وليست قرار أنظمة نحن رأينا بعض الفتاوى تؤيد وبعض الفتاوى تحذر وتقول لنا لا بد ولي الأمر أي الحكومة تصدر قرار والعجيب أن معظم اللي تداول في هذا الموضوع من مستخدم شبكات التواصل ما اهتموا بالرغم من تدينهم ما اهتموا بانتظار الفتاوى على اعتبار أن هذا موقف ذات ينطلب هو موقف نابع من 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 التزامهم القيم الأخلاق الديني القوم العروبي لكل شي فما مهما جاء النظام السياسي حاول أي نظام سياسي عربي يريد يقول لا روح ما يقوز لأن يكون في ناس عماني شباب مواطنيين بيشتغلوا في هذا أبدا موقف شعبي أرفع لهم القبعة لأنهم أجبر وأنظمتهم أنهم أيضا يعني أين تقف أنت الآن في هذا الموقف بعد 7 أكتوبر طيب دور نحن نتحدث عن الإعلام وتأثيره الآن الإعلام الرسمي أو الإعلام التقليدي ربما ما كان لديها القدرة أنه يحمل دعوات المقاطعة لأسباب متعددة يعني تشريعية قانونية لكن في وسائل التواصل الاجتماعي اللي البعض يسميها إعلام الشعب رأينا يعني استخدام جيد حتى من دول كانت تقليديا يعني يعني غير جيدة في استخدام هل تعتقد أن يعني هذا التحول دكتور أنا من الرواس في استخدام الإعلام الاجتماعي ربما يمتد لقضايا أخرى قضايا فساد قضايا المشاركة السياسية باعتقادك ونحن نتكلم عن دور الإعلام في تعبير عن إرادة الشعوب شوفوا استاذ داهم يعني نعتقد أنه ما يكتب وما ينشر خلال شبكات التواصل هو تعبير رأي عام ولا يمكن أنك تجاهله فأنا سميها يعني واحد من كتبي هو السلطة الخامسة فهو ثابت وحق يعني لممارسات الرأي العام الحقيقية الفعلية وتجزيدها يعني تجزيدها في هذا في هذه الصورة وفي هذا الواقع وبالتالي بتفرض على النظام الأنظمة السياسية الموجودة غيرت مفاهيم كثيرة هذه الشبكات التواصل ولكن هناك تحرك شعبي تحرك مواطنين مجتمعات عربية لمحاربة ولمقاطعة ما 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 يفترض أن يقوم فيه أنت خليك من الوطن العربي يا سيد داهم نحن امتداد للسؤال هل يمكن وسائل الإعلام الاجتماعي أنها تكون منطلق لتغيير في قضايا أخرى تعانيها الشعوب حرية تعبير على الرأي المشاركة السياسية الفساد سيد داهم يعني لتقصده الآن يعني هل يتعدى ذلك إلى أمور أخرى داخل المجتمعات نعم ولما لا يعني وفيه موجود وحاصل لم يكن هناك أخطاء موجودة لممارسة لمؤسسة وزارة معينة لشركة معينة فيها أخطاء كثيرة هناك رأي عام يتشكل لأنه هناك خلل معين هنا تأتي المحاسبة تأتي عملية المساءلة تأتي عملية قيام دور البرلمانات التي لديها القوة في أن تفرض واجبها الموكول لها بأن تحارب هذه الممارسات الخاطئة الموجودة فهذا امتداد موجود حتى في الجانب الاجتماعي إذا كانت ممارسات خاطئة حتى في الجانب الثقافي في الأدبي في ما يتعلق بالفساد ما يتعلق بأشياء كثيرة انسحبت هذه الأمور بشكل موجود ومنظم يؤدي إلى محاربته أو تعديل يعني مساره إذا كان هناك خطأ غير مقصود أو ما شبه ذلك ما تعتقد أن الأنظمة تشعر بالقلق نحن دائما نشوف في بعض الأنظمة أنه في حديث عن وسائل التواصل التماعي يعني تثير الأفكار الهدامة تثير القلاقل أنها مدخل لأفكار تأتي من الخارج ورأينا في دول عديدة أن هناك حكام بالسجن تصدر على يعني بعض المغردين في قضايا ما تعتقد أنه من جانب آخر هذا يثير قلق بعض الدول الخلجية والعربية من تزايد في قضية غزة تزايد وهمية ودور وسائل التواصل في تحريك أمور مثل المقاطعة اللي ما أعتقد أنه كل الدول راضية فيها يعني مو كل الدول تبناها السداهم يعني لا تحمل العرب وقطاقته نعم أنت شوف وزير الداخلي الفرنسي أي واحد يطلع مظاهرات أو أي واحد يقول أنا يعني مع الفلسطينيين أو أنه هذا سجن سبع سنوات أي دولة ديمقراطية بلد النور والثقافة أي بلد نور وثقافة بلد ديكتاتوريات يعني يعني ما نحمل نفسنا ما في في هناك نوع يعني من تسويف هل هذا يبرر تسويف هذا يبرر يعني نحن نغلق لا 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 نحن أكثر جرأة منهم نعتقد النظم السياسية ما بتتكلم وتقول أن أي واحد يأخذ هذا المسار بإمكان أن تعمل بصوت خافت ولكن لا يمكن أن تفرض على الجميع لأن تعرف أن هذول يعني الشعوب العربية عندها موقفها القوم العربي وامتدادها وعمقها وتاريخها هذه القضية بس نقصد في القضايا العامة الأخرى نحن نتكلم عن الإعلام بشكل دوره نحن جزء من منظومة الإعلام كعرب لكن ليه وجد لدينا إعلام ولدينا إعلام سلطة لنكون واقعيا والغرب لديه إعلام سلطة وانكشفت هذه الحقائق إذن سقطت كل هذه النظريات الإعلامية بعد 7 أكتوبر وقبلها في إطارها الضيق الأوروبي مع العملية العسكرية الروسية الأوكرانية نعم لكن عندما أتت إلا عندنا نحن 7 أكتوبر وما رأيناه سقطت هذه الأقنعة التي تدعي بأنها رائدة في الإعلام وفي الديمقراطية والحرية أنها ليست كذلك وأثبتت أمام الجميع ما عملته التغطية لسي أن أن بأنها تعمل تمثيلية وأن هناك قصف وأن هناك صواريخ وأن هناك كل طلع هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح وفي رفض يعني مجتمعي من المحيط إلى الخليج فهي مسألة لا يمكن أن نحن نسوق الآن إعلام لا يوجد إعلام إعلام أنا ممكن أعطيك مصطلح إعلام للبيع إعلام للبيع هذا مصطلح خطير أيوة إعلام للبيع ونظم سياسية للبيع في أوروبا وأمريكا فبالتالي لا يحد يجي تشاطر علينا من الغرب يعطينا دروس من الآن فصاعدا ولا يجي أحد يتشاطر علينا في هذه المنطقة بأن هناك يعني أننا لا يتشاطر علينا حتى من منطقتنا ومن مثقفين ومن أمورنا ما أراه الآن من خلال فترة هذه السنوات كلها من من ثلاثين سنة ومتابعتي بعد أوسلو وبعد ما هذا كله خارج عن نطاق المهنية وتمشيه وتوجهه النظم السياسية الحاكمة كانت في أوروبا ولا كانت في المنطقة فما يعني يعني الإعلام أنا أسف يعني أنت بتشتغل أنت يعني صحفي نعم وأنا في المنظومة الإعلامية أكثر من ثلاثة واربعين سنة ثلاثة واربعين سنة فما حد يعني يعني يعتي ليسوقنا بمفاهيم كله يعني تضح بعد سبعة أكتوبر أن أنه لا يوجد إعلام وأن هناك فرض القوة والسيطرة وهناك اللوبي يعني الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة الذي يتحكم في المؤسسات الإعلامية بس في المقابل يعني الإعلام العربي يعني في هذه في أزمة غزة رأينا أن الإعلام العربي حتى في جزء التقليدي نشط متابع متابع السردية الصهيونية يحللها يفككها يعني رأينا يعني هذا كلها بعض القنوات فيها توجهات مختلفة أنا خلينا أقول لك يعني فيها من تحاول أن تمشي في طريق إظهار الحقيقة من الطرفين وهناك إعلام يسمي نفسه إعلام المقاومة ويكرس نفسه ويلغي الطرف الآخر وهناك من حاول أن يجمع في أن ينفس على أن يكون ضمن أنه ما يقدم لفلسطين وهذا شيء محمود أنا ما أقول لك بالعكس لكن انظر إلى وين تحولنا تحولنا على اليوتيوب تحولنا على البودكاست تحولنا على كذا وهناك الكثير من نتحدث عن هذا الموضوع إذن هي مسألة فردية وليس مسألة إعلام المينستريم اللي متكلم عنه التقليدي الواضح ففي الآن تشكل آخر في الإعلام يمارس الأفراد تمارس الدافعية لأن تقول الحقائق يلتقون مع صحفيين يلتقون مع سياسيين يلتقون مع شكل مستقل مستقل وليس لم يجد نظام سياسي تلفزيون أتكلم ملك للدولة أن يتحدث يعني ويأتي لينافس هذه القنوات الأخرى اللي هي موجودة اللي تحاول أن تقدم وأن تصل الضو على ما يدور في غزة وفي عموم فلسطين وغير المملوك الحكومي بشكل مباشر يعني رأينا كثير من الحقاق خصوصا المشاهد والمآسي الإنسانية طريقة النقل يعني أنا كإعلامي رأيت تغيرة رأيت على الأقل ما يقدم لي كعربي وابح الصورة يعني نقل مباشر في مناطق خطر إحنا لدينا يعني في فلسطين ربما 75 صحفي قتل قتلوا يعني قتلوا في إعلام رسمي ومستقلوا كذا يعني لا تعتقد أن الإعلام العربي يعني سواء كان مدعوم من الحكومات أو حتى يعني مستقل غير شيء من نهجة في هذه القضية وربما أوجد قواعد للتغيير في قضايا أخرى أحاول أن أنا أمشي معك بس لكن لا أنا ما بكت أمشي معي دكتور أنا فقط أطرح ما أراه أمان لكن أنا يعني ما أراه أنه غزة غزة العزة غزة الصمود لم تعطى حقها من قبل الإعلام التقليدي الرسمي اللي هو موجود هناك بشر لديهم طاقات وهم اللي يريدوا أن يفتحها لأنفسهم وأراد أنه النظام السياسي من خلال الوزراء الخارجية ومن خلال التصريحات الرسمية أن يكون هذا الموقف للدول العربية فما حد يعني عذرني بأن أحاول أن أجد طريق لهم لكن أرادوا أن يأخذوا جانب آخر يزاهم الله خير أن ما تقوله القيادة السياسية ومواقفها اتجاه فلسطين وغزة وما يجري فيها مواقف يعني مواقفهم مشرفة لكن لم تصل إلى أنه كفرض على هذا لأنه الدكتاتورية في واشنطن تفرض على الجميع عدم التدخل فيما يجري حاليا في غزة وبالتالي الكل وقف هنا حتى الدول الغربية طبعا أنا لا أشوف الدول الغربية إلا هي دول للبيع أيضا كنظم سياسية لواشنطن وأيضا لأن واشنطن أو أمريكا تحميهم والعرب أنفسهم هي يفترض أن تكون هذا قضيتهم وقضيتهم الأولى وإعادتها على الطاولة وأتمنى على العرب أتمنى على العرب يعني ألا يفرضوا على الفلسطينيين الواقع الواقع التي تريد أمريكا وأوروبا أنا أعتقد المعركة هي سيد الموقف نسأل الله لهم النصر والتمكين وأن لا يتدخلوا ويفرضوا عليهم أجندات يعني سوف يعني تكون أيضا مرحلة تاريخية مفصلية وما رأيناه في الهدن الماضية كيف فرض فرضت المقاومة شروطها والتزم بها الغرب قبل الصهاين أنفسهم وفرضوا عليهم هذه الهدن وكيف رأينا الأخلاق والسمو والقيم فيما يتعلق بالأسرة الموجودين في غزة وكيف التعامل كتايب القسام والفصائل الأخرى مع الأسرة في كل يعني أخلاق الإنسان العربي القيم الإسلامي وكيف تتعامل هذه الشرذمة الصهيونية مع الأسرة من النساء والأطفال والغرب الآن متفاجئ أنه يقول لك كيف هذول تحت 18 سنة هذول الأطفال في السجن وكيف هذا التعذيب الفلسطينيين وكيف هذه النساء يعني فيه إسجواجية فأنت هنا تغيرت يعني هذا ألا يعلمون ذلك لا يعلمون طيب جيد معناها أن الإعلام العربي في جزء منه نجح في نقل الصورة قل لك أنا في قنوات القنوات هذه اللي هي مؤثرة تريد أن أقول أسمها بأقول أسمها لكن هي مؤثرة تأثير كلي في المشاهد العربي وعلى أقل تقدير تقدر تبني يعني قراراتها واستنتاجاتها مما تراه من الأحداث اللي هي موجودة فيه هناك تنوع لبعض القنوات التي تتابع والتي سلطت الضو جزاهم الله خير ما أقول لك يعني جزاهم الله خير على الأقل كنا متابعين لهذه التطورات وشعرنا بأننا نحن قريبين وتغير الموقف العربي تغير الموقف للشعوب العربية وأيضا قيامهم بدورهم كأضعف الإيمان في عملية المقاطعة وأيضا الدعم المادي اللي من خلال الهيئات الخيرية التي تذهب إلى غزة من خلال مطار العريش جزاهم الله خير الأخوان المصريين في توفير هذه الأرضية لهم ما نراه الآن ما نراه الآن هو الصحف الفرد ما نراه الآن المجموعات اللي هي تتشكل في إطارها وتحاول أن تتحدث من خلال هذه المنصات وأن تقول رأيها وأن تتواصل مع العالم وأن تدافع عن الحقوق الشعب الفلسطيني يجب أن يكون له حقوق فالهنا اللي أرجع أقول لك على الأنظمة السياسية ألا تفرض على الفلسطينيين أجندات الغرب لأن هناك أجندات ستكون سيئة أنا أراها إذا أرادوا أصحاب الأرض أنا أقول وأتمنى على الفلسطينيين أتمنى على الأخوة الفلسطينيين وهو الموقف الذي يفترض الآن أن يكون يعني حسمي وحتمي أن يتوحدوا وأن يقولوا للعالم نحن كيان واحد وكلمتنا واحدة لأن هناك من يدخل بين بعضهم البعض إن كانوا من الغرب أو من العرب على الفلسطينيين أن يتعضوا من التاريخ ومن السنوات الماضية لن يخدم قضيتهم من خارج إطارهم من خارج إطار التراب الوطني الذي يحمل ويدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيين وهم أصحاب الأرض بالتالي وجب على العرب أنفسهم أن يحترموا قرارات أو القرار الذي يطلع من الأخوة الفلسطينيين في فلسطين وإنما أقول فلسطين أقول فلسطين التاريخية كلها كاملة لأن هذا هو المرحلة لأنه بعد سبعة أكتوبر الكل سقط والعالم بيتشكل بطريقة مختلفة ألا تفرضوا على الفلسطينيين أجندات الغرب الذين هم يسعون الآن أن يأتوا بأفكار يعني غير منطقية وغير مقبولة القوة بعد الله سبحانه وتعالى الأصحاب بالأرض عندما تنتثل هذه الدول والكيان الصهيوني لما يريده الشعب لاستعادة أرضه وحقوقه وكرامته ودولته وحريته أيضا فوق كل ذلك على العرب أن يباركوا وعندما يقول الشعب الفلسطيني أو القيادة الفلسطينية الموحدة التي ليست لديها أجندات غير فلسطين أنه نحن انتهينا مع هذا الكيان وعملنا اتفاقية معه ونطلب من الدول العربية أن تبني علاقاتها مع هذه الدولة لأنه نحن وجدنا حسب النظام مننا وحسب القوانين وحسب الاتفاقيات وحسب المنظومة الدولية الجديدة التي الآن وليست منظومة الدكتاتوريات التي تتعامل الآن فيطار مختلف كليا أستاذ أهم هي هذه المسألة مختلفة ألا يتدخل العرب في فرض أجندات الغرب على أخوتنا الفلسطينية نتمنى ذلك دكتور يعني في ختام لمحور الإعلام الآن برز ما يعرف بالإعلام الإصطفافي يعني الإعلام الذي في مرحلة الأزمة يتبنى وجهة نظر واحدة وهناك في المقابل الإعلام التقليدي اللي هو الإعلام المهني اللي يعرض يتبنى فكرة لكن يتيح مساحة للرأي الآخر باعتقادك يعني الإعلام الأفضل يعني للقضايا العربية ما هو الإعلام الإصطفافي هذا؟ أي أنك تصطف في قضية معينة ويتسير باتجاه واحد من دون ذكر الرأي الآخر أو التفسيرات الأخرى والله شوف أنا الإعلام إعلام يعني يفترض أنه كلمة واحدة ينقل ما هو موجود على الواقع الإصطفاف هو سياسي أكثر من هو إصطفاف مهني هل نحتاج إلى الإصطفاف؟ يعني لا ما أنا محتاجين بس نعزز نعزز أنا ممكن أقوله شون أولا الإعلام خلينا نعرف الإعلام هل هو إعلام دولة ولا إعلام حكومة ونظام السؤال لك أنت خبير الإعلام من ثلاثة واربعين سنة عايشت يعني أنت تكلم أنه لم يكن إعلام دولة إذن هو في مستوى المنظومة القضائية التشريعية والقضائية والتنفيذية إذن هو يابد أن يكون من ضمن المؤسسات الدولة لا تحركه أهواء الحكومة ولا النظم السياسية ولكن تحركه الكلمة الصادقة المعبرة التي ينقلها بمصداقية بدون أي تسويف هذا إعلام الدولة إعلام الدولة أما الإعلام اللي نحن نرأى الآن فعذرني يعني دور عليه فيما يتعلق بالاستفاف دور عليه في هذا مصطلح هو ليس إعلام هو أداة من أدوات التي تحركه كأنها وزارة ويقوم بدوره هنا وهناك فليس له الكلمة ولا اللغة ولا الإقناع ولا الجاذبية ولا يمكن أن أحد يصطف معاه هو أثبت طوال هذا السنين الماضية والعقود الماضية بأنه يعني تحركه القيادات الحكومية وكلمة يعني ليست لها تأثير قوي يعني بتلك المسؤولية التي يفترض أن يتحمل الآن ترى أن ترى شبكات التواصل الاجتماعي ما يقدموا كل واحد يعمل له بودكاست ويعمل له كأفراد الآن بدوا يعملها بهذه الطريقة ويأخذوا اللقاءات ويتعاملوا وكل شيء وتجد القيادة يعني بعض المفكرين ومثقفين والقيادات السياسية والعسكرية يذهبوا يأخذوا اللقاءات يعني يعني وصار السوق عندنا سوق يعني متنوع سوق فيه الجاذبية أيضا تستمع لشخصية معينة بتحليلها السياسية أو بتحليل العسكري أو بتحليل الاقتصادي وتتابعها لمدة ساعة ولا يعني ما يكون عندك شيء ملل ولا يكون عندك أنك في ردة فعل معينة في تجرد أن تتكلم بحرية يعني لا يوجد هناك سقف أنك أنت تمنع استمرار ما تقوله أو أنك ما تراه أنت ومن معطياتك ومن خلال خبرتك تقوله بمهنية تامة وبمصداقية يعني الآن أنا أعتقد أنه العلام التقليدي هو إعلام حكومي رسمي تفرضه للأنظمة السياسية وعندما تتغير إلى إعلام دولة فهو أيضا يحمي الدولة ويقوم أيضا بدوره بكل مصداقية وينقل الأحداث بواقعية ولا نحتاج أن يكون هناك يعني قوانين أنك أنت تجرم هذا أو تقول لذاك يعني لماذا قلت كذا دكتور محورنا الأخير هو يتعلق في التعليم يعني السياسة والإعلام يعني يجب أن يبنى على تعليم جيد وتعليمي وأدي إلى نتائج إجابية وانت يعني في لقاءتك التلفزيون وتحدث عن واقع التعليم في سلطنة عمان ولك خبرة أيضا أنت رئيس جامعة رئيس مجلس دارة جامعة أضفاء يلي تحدثنا وانتستاذ جامع بالدرجة عن واقع التعليم يعني نحن ننطلق من عمان إلى الوطن العربي واقع التعليم كما تتمنى كما تراه أو كما هو في حقيقته يا سيد التعليم مساحة واسعة و وفي يعني أشياء كثيرة بتحصل كبك ابتسمت أشياء كثيرة أشياء كثيرة إعلام كله جاي يعني التعليم جاي كله مستورد للأسف شديد ليس نابع من أنا درست عن الوطن العربي وعن الجغرافية الوطن العربي وعن كل قطر عربي موجود في 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 وطننا الكبير هذه درست كله كنا نكتب يعني الخرايط وكذا وعرف الدول كلها وعرف عواصمها هلان أين هو التعليم التعليم الآن التعليم ليس هو فكر وليس هو تعليم أيضا حتى كمبادئ وكتربية وطنية أدخل يعني أدخل علينا منظومة الغرب بوزراء يعشقون الغرب وبالتالي تغيرت سياسات التعليم إن كان التعليم العام أو التعليم العالي نعتقد أنه إذا إذا التعليم لم يعني يتم غربلته في في واقعه الوطني وما نحتاجه من مهارات واكتساب الثقة وأيضا بناء الشخصية فال كل النظريات في الكتب وكلها في بإمكان أنك أنت تعطي الطالب وهذا أنا ما كنت أعمل أعطي الطالب أنه يقرأ كتاب ويفهمه ويلخص يعمل تقرير عن هذا الكتاب وبعدين يأخذ العلامة أقول له أنت حط العلامة فأنا استفدت أنه هذا قرأ تعلم اللغة كتب بالتالي أعرف كيف يصيغ المفردات وأعرف أنه كيف يقدم أما الآن ما نراه هو تعليم تقليدي بحت تلقيني للأسف شديد رغب كل هالتحديث ولا يقول والأدوات والتقنيات يعني أنا لا أعمم ولكن أنا أقول أنه في المؤسسات الأكاديمية أشياء كثيرة مكاتب وسائل كثيرة تستطيع ولكن لما تدخل لقاعة الدرس أنت ملزم ببرنامج تعليمي محدد أنك أنت تعطي الكتاب من صفحة واحد إلى صفحة خمسين وتقول أنت أنا أختبرك في منتصف الفصل بهذه الصفحات الخمسين السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث إذن أنت لم تحرك ساكن كأنك أنت في مدرسة لم تغير من مفاهم يعني التعليم العالي الفترض أنك أنت بناء الشخصية اللي أنا تكلمت عنها أيضا القدرة المعرفية أيضا المهارة اللي يكتسبها فوجهة نظري أنه التعليم لا زال في محل أكسر ولا يمكن أن نحن أن نتقدم خطوة الغرب لا يريدنا أن نكون نحن متعليم الغرب لا يريدنا لا يريدنا الغرب طيب القرار الوطني يعني أين تعتقد المشكلة؟ مشكلة في الأكاديميين هل في الإمكانات؟ لا لا هل عدم وجود قرار سياسي؟ لا 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 أخي داهم مشكلة في الأكاديميين في المؤسسات أنفسهم يقدروا يغيروا كل البرامج الأكاديمية وليس لن يتدخل أحد معهم في هذا الجانب هو من 60 يعني 60 إلى 40 70 إلى 30 70 نظري و30 تطبيقي غير المعادلة أنت إلى تطبيقي 70 مثلا و30 نظري لأنه في التطبيقي فيه الجانب النظري لتعلم فيه مثلا على سبيل المثال أنا يعني أنت أنت صحفي بتعلم الطالب الكاميرا كيفية الكاميرا واستخدامها والزوايا مالها وكيف تأخذ الصورة وكيف أن على أساس أنك أنت ستكون يعني مهمة بالنسبة حتى للنص الذي يكتب في الصحيفة نفسها أو الذي يبث في التلفزيون أو الميكروفون كيفية العلاقة الطالب بالميكروفون في الإذاعة هذا كلها تأتي يعني نتاج طبيعي أنك أنت تعلم وممارسة المهنية وفي نفس الوقت الجانب النظري يأتي من خلاله نحن لا ذا ولا ذاك طيب أنت تتكلم عن تعليم الجامعي لكن هو السؤال عن التعليم في مراحل الابتداء تعليم في المراحل لأن الطالب يعني أنت لو تشوف المدارس الدولية مختلفة كيف الشخصية الطالب كيف يتحدث تختلف كليا أما في المدارس العامة تملكها الحكومة مثلا تجد الطلبك يعني كثر في الصف الواحد ما يعادل يعني تقريبا 40-45 والحصة كلها 45 دقيقة أو أقل كيف تعطي كل الطالب أنك أنت يقدم ويتكلم يعني يعطي إذن تعليم تلقيني لعدم اكتفاء الوقت يعني افترض أن المؤسسات نفسها والمجالس هذا التعليمية ماذا تريدون لهذا الجيل تابع جيل لا يفكر جيل هو بعدين بيعمل لك مشكلة لما يتخرز أنه ما قادر حتى أنه يجد يعني وظيفة لو كنت صاحب قرار لو كنت صاحب قرار الآن قرار سياسي أو قرار أكاديمي شيني عطني ثلاث خطوات يعني تستطيع أنك فيها تصلح هذا الخلق أولا لكل صاحب قرار سياسي أنه كدولة أنك أنت ما هي المعضلة التي تواجهها هناك عندك مشكلة 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 العاطلين على العمل مثلا كثرة هذا يعني الموضوعات ما هي كيف أن أعالجها من المراحل يعني التعليمية الأولى إذا لابد أن نفتح مسارات مسارات لجانب التطبيقي المدارس يعني أنك تكون عندك الجانب المهني صناعي تجاري مثلا الزراعي مثلا كذا على الأقل أنك أنت تخلق مسارات للطلبة أنهم يأخذوا في هذا ويتعلموا عن الأساس أنك أنت عندك العمالة الوافدة كثيرة في هذه المهن ما نقول أنه اللي يريد المسار الأكاديمي في الهندسة وفي الطب وفي الإعلام وغيره موجود لكن هناك مسارة تضع البدائل التي كانت موجودة عندنا في عمان نحن كانت موجودة للأسف تغيرت ومعرف ليش غيروها وبالتالي التكدس عن العاطن عن العمل بكثرة قلت المشاريع قلت الوظائف وبالتالي هذا المهن لم يكن حتى يفكروا أنه يفتح مهن عمل لأنفسهم أو تجارة لأنفسهم لم يكن لم يكن كيف تريد تأسس شركة لم يكن وظائف كيف تأسس شركة كيف تعمل لم يكن موجود فكيف كل التعليم من التعليم العام إلى التعليم العالي لا يوجد تلاقي وما يوجد تلاقح حتى في الأفكار وفي التوجه نفسه للأسف شديد حتى التربية الوطنية ما هي عندنا كانت موجودة أنا أتذكرها في السبعين التربية الوطنية ربما استشارات البنك الدولي وخلافه كل هذا ما هذا كلها للأسف شديد لأنني أقول لك أننا أدوات ورطونا بالديون ورطونا بكل شيء وأنك أنت ما تعمل كذا وأنك في مشكلة أي واحد يوقع مع البنك الدولي أو صندوق النقط الدولي إذن هو دخل في أنا أذكر في هذه المقولة مهاتير محمد ماليزيا الحديثة يعني في لقاء عقد في الكويت يعني تكلم قال أول خطوة لإصلاحنا كان التخلي عن نصائح واستشارات البنك الدولي ويعني الإتيام بقرار مستقل ربما هذا المدخل يكون أنا اتفق في هذا التوجه لأنه إذا أنت رهنت نفسك كدولة إلى البنك الدولي وصندوق النقط الدولي فأنت إذن خلاص يعني هذا القيم التعليم أيضا الأبعاد الأخرى إذن أنت أصبحت مرهون للبنك الدولي الذي يملكه من يملكه بعض الصهاين هذول الموجودين اللي يحاولون أن يضغطوا علينا وأن لا يجعلون على العرب أن ينتبهوا لأنفسهم وهذه هي فرصتهم الآن أن يقولوا ويعيدوا أنفسهم للساحة العالمية بكل قوة لأن لديهم الموارد لديهم الشجاعة والله ما ينقصوا ما هي شيء إلا إلا يقولوا شيء واحد نحن أمة علينا أن نكون فاعلين مؤثرين في المشهد العالمي لدينا الموارد ولدينا القوة أيضا والطاقات البشرية وأن لا نشكك في بعضنا البعض وأن لا يعني نقول أنه هذا لن يقف معي ولن يصطف معي المفهوم العربي يجب يعاد صياغته في إطاره الوطني اللي هو اللي يفترضا أن يكون على العرب أن ينتبهوا لأنفسهم دكتور نختم يعني هذه الحلقة بسؤال فنتازي فنتازي يعني بس ربما يحصل الله لسنا في زمن المعجزات لو يعني مكنت أو خنقول وجدت فانو السحري وطلع عليك المارد وشين الطلبات اللي تطلبوا مني يعني يعطني ثلاث طلبات تطلبوا بشكل وباشر ليش تسألني هذا السؤال أنا إنسان لأنه يبدو يبدو من اللي طرحته أنه يعني يكاد يقترب المستحيل يعني فيه فيه تشاؤم كبير فربما المارد هذا يشيلها التشاؤم أنا أستاذ داهم إنسان واقي ولا عيش ولا عيش أنه أنه هذا بأيديهم وبأيديهم وبأيديهم وأن لا يخربوا بيوتهم بعيديهم أين تريد أن تقف في موقف وفي هذه المرحلة أنت تختار الطريق أما أني أنا دور على مصابيح ودور على أشياء ولا أقول من هذا الباب أني أنا يعني عندي تراكمات معرفية خبرة في مارة ومتابع وشاهد وشهيد في نفس الوقت على كل هذا الأحداث التي صارت هل نريد أن نستمر لأربعين سنة خمسين سنة قادمة أم نغير من واقعنا إذن إحنا لا نحتاج المارد الأمريكي لا لا أحتاجه ولا نحتاج لأوروبا ولا نحتاج لروسيا ولا نحتاج للصين نحتاج أن نقول للجميع نحن هنا وفق إرادتنا ومواردنا وأن يكون هناك المعادلة الدولية بالطريقة التي يفترض أن تكون وأن لا يفرض يعني تفرض القوة ما تسمى نفسها القوة الديموقراطية على الشعوب وعلى النظم السياسية رأيها الذي هو في باطنه الذي هو ظاهره الخير وفي باطنه الشر هم دكتاتوريات واقع وأثبتتها ما رأيناه بعد سبع أكتوبر أنك أنت لا تصطف مع أحد اصطف مع الله مع نفسك مع دينك مع قيمك مع أخلاقك وبالتالي الكل يجيك هذه المجموعة بسيطة 1200 في سبع أكتوبر دخلوا عاهدوا الله بأنهم يحققوا ويدافع عن أرضهم فمكنهم الله في هذا الأرض وعطاهم هذه القوة قلة قليلة غلبت فئة كثيرة لكن بإيمانها بالله عندما يرجعوا إلى الله فالله خير حافظ للجميع إن شاء الله دكتور أنور الرواس أشكرك شكر جزيل على هذا اللقاء وعلى رحابة صدرك تشريف وسعيد بك يعني وتمنى إن شاء الله أن تكون هناك لقاءات في قضايا مختلفة بإذن الله لما فيه الصالح العام للوطن العربي بإذن الله بإذن الله متابعين بودكاست المجلس العربي نلتقيكم بإذن الله مجددا